تبع من صوتي لبنان مع تحيات باسم أبو السرحال السكفوري والمخرج جورج العلي العناوين رسائل سياسية في العيد فهل حان وقت المثالثة أم المطلوب أكثر؟ دريان يحمل الحكومة والمصرف المركزي والجهاز المصرفي مسؤولية الأزمة المالية نحن لا نقبل التهميش رئاسة الحكومة أو المس بصلاحيات رئيس الحكومة وقبلان يطالب بإسقاط الصيغة الطائفية السياسية ما قام به بشارة الكوري ورياض الصلح مرحلة وانتهت أسبوع ناشط حكومياً ونيابياً والتعيينات حاضرة بقوة موسى لإذاعتنا حول الكابيتل كونترول المطروح في جلسة الخميس الهدف من هذا الموضوع هو عدم السلسابي والمصاري وزير الصحة ينفي فرض غرامة على من لا يضع كمامة وفيات كورونا تتخطى حاجزة 354 ألفاً فطر سعيد والعيد حمل رسائل السياسية على لسان مفت الجمهورية والمفت الجعفري الممتاز المرجعية الشعية الشيخ أحمد قبلان أنهى الميثاق الذي وضعه بشار الخوري الماروني ورياض الصلح السني وقال إنه لم يعد صالحاً رسالة قبلان جاءت بعد كلام في السياسة للرئيس نبيه بري لعنى فيه أصوات النشاز التي تطالب بالفيدرالية فهل الموقف المزدوج يهدف فقط إلى تهديد الفيدرالية بخنق الميثاق أم بدأ العمل لميثاق جديد؟ وهل حان وقت المثالثة أم المطلوب أكثر انطلاقاً من المؤتمر التأسيسي بعد استتباب ظروف الأوبئة المرضية والمالية؟ الأصبوع الطالع مرشح لأن يكون ناشطاً حكومياً ونيابياً جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء المقررة يوم الجمعة المقبل يتضمن 13 بنداً بينها أربعة تعيينات أولاً تعيين محافظ لبيروت خلفاً لزياد شبيب الذي يعود قاضياً إلى مجلس الشورى بعد ولاية انتداب استمرت ست سنوات ثانياً تعيين رئيس لمجلس الخدمة المدنية خلفاً للقاضية فاطمي صايخ التي رفضت اقتراح التمديد لها ثالثاً تعيين مدير عام لوزارة الاقتصاد والتجارة رابعاً تعيين مدير عام للاستثمار في وزارة الطاقة وتقرر إدراج بند تعيينات المالية والمصرفية على جدول أعمال الجلسة حسب ما كشف مصدر وزري للشرق الأوسط وأبرز المرشحين لنواب حاكم مصر في لبنان هم المحامي والسيم منصوري المقرب من حركة أمل والأستاذ في الجامعة الأمريكية في بيروت والسيم شاهين المحسوب على رئيس الحكومة حسان دياب إضافة إلى المرشح الدرزي خالد عبدالصمد بعدما تقرر استبعاد اسم المرشح فؤاد حسن الذي طرحه النائب طلال إرسلان لعدم توافر الشروط المطلوبة فيه لتولي هذا المنصب إضافة إلى أن المرشح الأرمني قد حسم وترك لحزب التشناق أي سمية المصادر أبدت مخوفها من رد فعل تيار المردة في حال تقرر أن يكون المرشحون المسيحيون من حصة التيار الوطني الحر ورأت أن هناك إمكانية لاسترضاء النائب السابق سيمان فرنجي سواء من خلال الأخذ برأيه بالنسبة إلى اسم المرشح لتولي منصب مفوض الحكومة لدى المركزي أو أن يكون البديل في تعينات الخاصة بالأسواق المالية أو بلجنة الرقابة على المصارف باعتبار أن التيار الوطني الحر يتمثل حكماً في المجلس المركزي بمدير عام وزارة المال ألام بفاني المحسوب عليه وبالنسبة إلى لجنة الرقابة على المصارف فإن المشاورات لم تتوصل حتى الساعة إلى حسم المرشح السني لتولي رئاستها مع أن البعض يردد همساً أنه لا يستبعد إسنادها إلى نائب الحاكم السابق محمد بعصيري بذريعة أن تعيينه لا يشكل خرقاً للتوافق على التمديد له لأنه لم يسبق أن شغل هذا المنصب إلا أن تداول اسم بعصيري ليس محسوماً وإن كان هناك من يروج لاختياره من زوية أنه يحظى بتأييد أممي إضافة إلى أن تعيينه يصر للولايات المتحدة لما لهذه اللجنة من دور في مكافحة تضييد الأموال ومن دور أيضاً بتجفيف الموارد المالية للمجموعات الإرهابية نيابياً أربعة اقتراحات قوانين باتت في مراحلها الأخيرة في مطبخ الليجان قبل إحالتها لإقرارها في جلسة عامة لمجلس النواب أبرزها أولاً اقتراح قانون مكافحة الفساد الذي أقرته الليجان المشتركة وأحيل إلى رئاسة المجلس أبرز ما فيه رفع